هذا عرس عراقي جديد حتى السماء احتفلت به هذا اليوم حيث كان هناك مطرا مدرارا أغدق به الله سبحانه وتعالى على هذا البلد متزامنا مع التظاهرات العراقية التي أنا يطيب لي أن أسميها عرسا عراقيا وذلك لعدة أسباب يقف في مقدمتها أننا لدينا طاقات شبابية واعدة بدأ يتشكل لها مفهوم ثقافة الحقوق وهذا يفرح الحكومات أو الحكومة الحقيقية الشريفة النزيهة قبل غيرها لأن الشباب اليوم عندما يصل إلى مرحلة من النضج ومن الوعي بمعرفة حقوقه التي يكفلها القانون والدستور ويتفاعل معها ويصر ويخرج في تظاهرات لإلزام المسؤولين الذين انتخبهم ووضعهم ووضع ثقتهم ووضع ثقته بهم أنه خطوة ورب الكعبة مهمة جدا وتثلج الصدور اليوم في بغداد الصورة تختلف كثيرا عن الصورة التي شهدناها في التظاهرات السابقة وأن وصلنا من هنا وهناك عن بعض الخروقات التي حصلت ولكن يبدو أن الكثيرين قد استفادوا من المعاسي التي حصلت والكوارث التي حصلت في التظاهرات السابقة وأن صوت الشعب وتأثير الصوت الإعلامي الواعي بدأ يأخذ مداه في معالجة الأخطاء وهذا الذي كنا في أزمنة وسنوات سابقة نؤكد عليه على ضرورة تفاعل الحكومات مع الشعب ومع الإعلام والأصوات الإعلامية التي تمثل هذا الصوت حتى لا نقع في المحظور أيضا عندما عادت هذه التظاهرات والتي لم تكن صدفة أو فجأة بل أعلن عنها من وقت سابق وهذا دلالة على أن المتظاهرين والمحتجين والشباب هم واثقون تماما من المطالب الحقيقية التي يطالبون بها وهم مصرون عليها وهذه رسالة يجب أن يفهمها من هو في السلطة أن الإصرار العراقي هذه المرة يختلف كثيرا عن المرات السابقة لأنه كما قلت هناك وعي وهناك إصرار وهناك تفهم وهناك قدرة وإرادة تفوق كل القدرات والإرادات التي اعتقد البعض أن سلاحهم سيحميهم أو انتماءاتهم الخارجية ستحميهم نحن شعداء جدا أن شعبنا يطالب بحقوقه ونكون أسعد عندما الحكومة تستجيب اليوم لم يبقى أمامنا كثيرا من الوقت الوقت اليوم أصبح مهما وفي مقدمة الأشياء التي يجب أن تكون متضملة في خطاباتنا وخطابات غيرنا وهذا لا يعني أنني أسقط النص على الآخرين أهم شيء أن نتصارح وأن نلتزم بالمصداقية وأن يكون انتماؤنا انتماء عراقيا حقيقيا خالصا لهذا الوطن ولهذه الجراحات وأننا اليوم أمام مسؤولية كبرى في إنتاج مشروع وطني عراقي تكتبه معاناة العراقيين ومعاناة الأيتام ومعاناة الجياع ومعاناة العاطلين عن العمل ونغلق كل الأبواب أمام أي مندس وصاحب أجندة أو مشروع خارجي يريد من خلاله أن يتسلل أو أن يعود مرة أخرى تحت لبسه لعباءات وطنية مزيفة من يصنع الإصلاح من يصنع التغيير هم الرجال الحقيقيون الموجودون الآن في بغداد في ساحة التحرير وفي المحافظات العراقية هؤلاء هم الذين رغماً على الحكومة والبرلمان والجهات التنفيذية والجهات القضائية والجهات الإعلامية أن تصغي لهم صاغرة لأنه هذا هو صوت الشعب الجبلاء والفاسدون والمارقون والمرتمون بالأحضان الأجنبية أو الذين جاء بهم وركزهم وما زالوا يأتمرون بأمره هم الذين وحدهم يخافون صوت الشعب ولكن هذا اليوم أصبحت الأمور مختلفة ولذلك أنا أقول يجب أن نتصارح ولكن نتصارح بتجرد بدون انتماءات إلا لما ذكرته وما مر بالعراقيين السؤال اليوم لماذا عادت التظاهرات من جديد في بغداد والمحافظات العراقية المنتفظة الأخرى على الرغم من الإصلاحات الحكومية التي قدمتها الحكومة العراقية والتي تقريبا تضمنت الكثير من هذه المطالب وأمس استمعتم لخطاب رئيس الوزراء وما قدمه وسيأتي لهذا أن خطاب رئيس الوزراء استوعب هذا لماذا خرجت التظاهرات على الرغم من الحزم الإصلاحية التي كانت تطالب بفرص عمل التي كانت تطالب بعدالة اجتماعية التي 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 لكنها قرأت هذه الإجراءات وقرأت هذه الإصلاحات وابتهجت بهذه الإصلاحات لكن الشباب اليوم تغيرت مطالبهم تغيرت خططهم تحولت من مطالب خدمية إلى شباب يبحثون عن وطن القضية اليوم عد الشباب العراقي المنتفظ المحتج المعبر عن طموحاته في هذه التظاهرات يقول لك أريد وطن وأي وطن وطن بمستوى العراق بثقافته بتاريخه بحضارته حتى في ألمه في معاناته وين وطن أريد جواز سفر أفتخر به أريد وطن يقود رجال كلهم شهامة وكلهم غيرة وكلهم قوة وكلهم عنفوان وكلهم ثبات أمام طغم وفاسدون قد ضيعوا هذا الوطن وسلبوا منه أمواله وتركوه يتضور جوعا على قارعة الطريق اللي ما فهموا الرسالة خلي فهموها الآن قدتوا لحملة الشهادات رح نعينكم وقدتوا للعاطلين رح نطيكم فلوس وقدتوا إلى الرعاية الاجتماعية وقلتوا على العداء كلها جميلة هذه المقررات كلها جميلة وكلها نحتاجها وإن كانت متأخرة شباب بالحكومة إخوان جميلة جدا لكن افهموا في مقدمة هذا الذي يريده أبناء هذا البلد الوطن وتعرفون شنو العراقيين وشنو علاقتهم بالوطن وشلون يحبون الوطن ولازم تفهمون قضية قضية مهمة جدا الوليادات اليوم الموجودين والطالعين عليكم هم مو أعداءكم هم بنختك وبنخالك وبنعمك وبنشعبك البارحة هو اللي كان على صندوق الانتخابات هو نفسه ترى اللي في ساحة التحرير اليوم وإن كان 80% من وراء بعض القوى الهزيلة والرزيلة والفاسدة امتعى 80% من العراقيين اللي يذهبوا لأصلادق الانتخابات ولكن هم نفسهم العراقيون ذول اليوم هم نفسهم الراحة وللموصل هم نفسهم اللي هو ذراع داعش هو نفسه للدائن الكروه وراح قاتل هو نفسه اللي خلى مرتب التجاوز ومات هو النفس اللي ماعده بس بنطرون واحد هم ذولا نفسهم ذولا هم العراقيين الحاكم يجب أن لا يخاف من شعبه ولا يخاف من صوته وأنا أقول إلى السيد عادل عبد المهدي أبو هاشم الله يعينك على هذه الأزمة لكن يجب أن تكون بمستواها أنك الآن أمام مفترقاً من الطرق الكل كان يتحدث عن الكتلة الأكبر التي تأتي برئيس الوزراء وكلكم كنتم شاهدتم وأدركتم وسامعتم كيف تكونت الكتلة الأكبر هالسعادة آنهاي مو شغلتي متوافقة مع الدستورة وغير الدستورة بس أقول لك أبو هاشم الكتلة الأكبر هي التي الآن سيادتكم يتفرج عليها عبر شاشات التلفزيون وعبر شبكات التواصل الاجتماعي الثائرة والمنتفضة والمحتجة والتي تطالبك أنت وحدك بالذات بالذات أنت أن تحقق لها ما تريد فأما يا دولة الرئيس أن تكون مرشح هذه الكتلة هي التي ستحميك وأما أن تبقى على ما رسم لك تحت عنوين الكتلة الأكبر وحصة الولد هنا وحصة الولد هناك أو حصتنا من الدرجات الخاصة أو حصتنا من الوظائف وشفتها أنت أنا رح أجي إلى خطابك نعم أنت استوعبت هذه القضية لكن هذه القضية قد تقولها في خطاب جميل لكن لا بد أن ترتكز في السلوك وفي التعامل على الأرض لا خيارات أمامنا قضية اليوم لازم تفهمون أن ترجعون وطن لهؤلاء وتقنعوهم أنكم بمستوى هموم هذا الوطن وأن لديكم الإمكانيات والقدرة على أن تحموا هذا الوطن وأن يكون لهذا الوطن سيادة وسيادة هذا الوطن تتحقق من خلال سيادة هذه الحكومة وسيادة هذه الحكومة حتى تحترم يجب أن يكون شعبها قويا ويجب أن يكون شعبها حرا وأن يكون نظامها السياسية نزيا وأن تكون هناك منهجية سياسية واضحة وأن يكون فيها دستورا وأن تكون فيها وحدة وطنية وأن يكون فيها سياسيون شرفاء عبارة أمس كنت أقرأ بها لدوستفسكي يقول انتهى الزمن الذي يخاف به أهلنا علينا في الغربة نحن اليوم نخاف على أهلنا في الوطن من قرأتها جسم كل رجف لماذا نخاف بوطننا لماذا نخاف بوطننا لماذا نخاف من مسلح الدولة مات عرفة لماذا نخاف من حزب عنده مسلحين سيارات خاصة أو لبسة خاصة وبياريتة خاصة وسلاحة خاص وقائدة خاص لماذا اشتردون من هذا الوطن الوطن أم الوطن يستحق العبادة بعد الله لماذا تعلمت روحك إيدك على الزناد وهسا كلكم حاطيني ديكم على قلوبكم حايرين بأطفالكم اللي انهزم انهزم واللي خايف يترقب الأحداث ليش وصلت العلاقة ببياناتنا لهذا المستوى ليش الحكومات السابقة كلها كل حكومة تجي يجب انهاء السلاح خارج لطاق الدولة هو شنو السلاح خارج لطاق الدولة أنا عدي تشكيلات مسلحة عدي داخلية وعدي دفاع وعدي جهاز مكافحة الإرهاب وعدي عمليات مشتركة الغير هذا خارج عن القانون أجيب الخارج عن القانون أذبه بالسجن وقبل ما أجيب أذبه بالسجن أجيب القائد ما تؤذبه بالسجن نعم أكو وراهم جهات أخرى زيلا أنت تطخ راسك الجامل اللي سلاح خارج لطاق الدولة والجامل ورا نطاق خارج طبعا نضيع الدولة أخوان طبعا نضيع الدولة وبعدها المتظاهر يخاف من الدولة والدولة متخاف من المتظاهر هذه الصورة يجب أن يعاد ترميمها يجب أن ترمم من جديد ومو بالسهولة أن ترمم قبل التاريخ كانت تكتبه القوى السياسية القومين كتبو تاريخهم والبعثين كتبوا تاريخهم والشيوعين كتبوا تاريخهم والملكيين كتبوا تاريخهم كل واحد وكلا يكتبوا تاريخهم الذي يريد أن يكتبوها لكن اليوم أكو نت أكو فيسبوك أكو تويتر يوثق اللحظات لحظة بلحظة لا يسعفكم أن تتلاعبوا المفردات كما كان قبل ما ممكن أقول صور اليوم صارت بالتظاهرات حتى أيضا أقول نحن يجب أن نتصارح ليست من السهولة بما كان أن تمحيها من ذاكرة الناس صورة هذا الرجل الشاي العلم وضربه جندي خلي أفترض أن هذا الجندي تصرف من تلقاء ذاته وهو رجل أعزل تشبه صورة قديمة كانت بك الصدام حسين لا كان أكونيت ولا كان أكوفيز ولا كانت أكو حرية إعلام وكان قمع لعلي حسن المجيد لما ضرب الناس بانتفاضة 91 طلعت طلعت لا تخلون الناس تقارن هذا بذاك لا تخلون هذه المقارنات تبقى قائمة نريد صور أو نريد الآن حركة على الأرض تنتج فعلا إنسانيا وتشريعيا وقانونيا وقضائيا في ملاحقة كل من أخطأ ويجب أن تضع النقاط هذه المرة على الحروف ولكن الحروف يجب أن تكتب ويجب أن تضع من معاناة الشعب العراق الحقيقي لم يعد للكذب مكان في ظروف منذ هذا الزمان وإلى الأخوة القادة في القوى السياسية أقسم لكم وأنتم تعودتم وأنا على مدى سنوات في هذا المنبر وفي غير كنا نقول لكم قضية الكذب والارتكان إلى القوى القوى والمراهنة على الزمن هذا كفيلا بإنهاي أعظم القوى التي تعتقد أنها صارت سقور في هذه الظروف أو في هذه الظروف الذي يتقاعس عن أداء دوره سيندم ذات يوم كلنا نسمع المنتخبين من قبل الشعب العراقي البرلمان العراقي يطلعون علينا الوليد ويطلعون علينا الحبائب نحن ممثلون للشعب العراقي يا بعل راسي وين البرلمان أخوان دولة رئيس البرلمان السادة الأعضاء وينكم غير أن تتمثلون إرادة الشعب العراقي غير بها المكان هذا أنتوا قاعدين يمي تقولون نحن نمثل زين هاي الإرادة صار لها أسبوعين بالشارع تحتاج تظاهر أنت الدم انجرحت سواء من القوات الأمنية والمتظاهرين زين التوش تنتظرون بالبرلمان ما موجودين أنا أنتظر على تويتر برلماني يكتب لي لو على القروبات يكتبوني لاش هي هاي الانتخابات اللي جابتكم لاش هو هذا الشعب اللي جابكم غير المفروض أنتوا الآن في دائرة تلفزيونية مغلقة مفتوحة مع شعبكم مع قواتكم الأمنية حلقة اتصال بينكم وبين الحكومة وبين المتظاهرين ليش هذي مو خيالة للأمانة ليش ناس قاعدة بأربين وليش ناس قاعدة بعمان وليش ناس قاعدة بدبي وليش ماكو اجتماعات وليش ماكو مقررات وليش ماكو مناقشات التقرير الحكومة طلع الإعلام شتحت شه جبنا لنا قمنا نتحصر هذا النظيف والله واحد من حتمش يقول لي يقول لي أنت بسودن أنا أطلع وياكم هاي الظروف يا بتس أنا سخمتك قلت لك سير سياسي أنا حزمتك قلت لك سير نائب ليش أنتوا ما أدركتوا أنتوا مو عراقيين أنتوا ما أدركتوا من البداية الشعب العراقي من يطلع شعب مو سهل فإخوان التأموا مع شعبكم لأن شعبكم يستحق مرات واحد رتشيتش بس بليشوف أخو بيه خير شد حزامة بخو لا تخالوا نقول أنتم ممثلين لقوى سياسية تحت كيركم وفقا لعقائدها وأجداتها لا الأحزاب تهلك يا مراحة أحزاب ويا مقرين أحزاب ويا ما شفل التواريخ أكتبوا تاريخكم مع هؤلاء الصبية الشجعان أكتبوا تاريخكم بوقفة مشرفة مع هؤلاء الشباب والكهلة والفقراء لأنهم أرادوكم أن تكونوا نصيرا ولكن أقولها وبحرقة أنكم لم تكونوا بمستوى هذه المعاناة دعونا لا نضيع الفرص ودعونا لا نخاف من شعبنا ليس عيبا أن تراجع نفسك ولكن العيب في أنك تستمر في خطأك وفي قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكل ابن آدم خطأون وخير الخطأون التوابون بذلك الانتماء والشرف الحقيقي في أنك تكون أمينا فيما عاهدت الله والشعب عليه وين القسم اللي أنت قسمتوه أخوان بالبرلمان لشعبكم يمكن هذا العتب إحنا من نسولفه أنا قايل لا أنا ولا قناة التغيير إحنا ضد أحد قلناها لكم كثيرا نحن ناصحون لا نريد لأحدا كل دم عراق عزيز علينا ولكن عندما لا تمثل العراق تمثيلا حقيقيا فأنك لست عراقيا عندما تريدون العراق أن يكون بقرة حلوب عندما يجف ضرعها يؤكل جلدها لا هذا عب هذا عب وهذا ذنب نتحاسب عليهم مثل ما لدينا كان سياسيون وما زالوا لدينا سياسيون شرفاء يردون لهذا الوطن خير ويردون يشتغلون ولدينا برلمانين شرفاء أيضا لكن أنا حديثي للذين ما زالوا يراهنون ويزايدون على الوطن من خلال وسائل الإعلام والذين لم يشكلوا موقف قاعد يكتب لي تغريدات يضطين الوصف هو شنو أنا أعمى أنت تعلمني لا بابا لا عمو أنت عدل روحك تغريدتك اكتبها لابنك اكتبها للي يعنيك لا تكتبها علي أنا عند الدربي وأنا أعرف أجيب حقي تبا توقف لي تبا تمنعني وذا نسيت أذكرك أنا عراقي إش قد صار من أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وأفغانستان وروسيا وأمريكا ظهرت المنظمات المتطرفة وهذا تاريخ الكل يعرفه ما أريد أقول شون تكونت القاعدة وشون استلسخات وشلون وبالأخير داعش لا أمريكا ولا روسيا ولا لندن ولا قوى العالم ولا التحالف الدولي ولا كل قوى الأرض كانت تمتلك قدرة بكل إمكانياتها بكل إمكانياتها أن تقضي على داعش لكن في ظرف الزمن الصعب وفي زمن القحط وفي زمن الجوع وفي زمن الفساد الذي كتبتموه في تاريخكم الأسود طلعوا ولد الملحة طلعوا ولد الملحة رغم الطائفية التي شرعنتموها ركبوا من البصرة وركبوا من الناصرية وركبوا من الديوانية وركبوا جمعوا بمطار بمطار المثنى رادوا الهمية جوا مليونيا أو راحوا هذا الذي أرعب الآخرين أنه في العراق قوة تولد في لحظة وعندما تنشطر تتشضى لا أنتم ملبهاتكم ولا ليقف من وراء الحدود معكم شيء يقف هاي عناصر القوة ليش ما توقفون عد هاي العناصر يا سادة يا كرام لتكونوا جزءا منها ولكن تليش جزء من الأجنبي هو شنو الأجنبي يستخدمك استخدام لمرة واحدة يذبك لكن نروح ساعة التحرير هسا طب الساعة التحرير شوف العرس اللي موجود هذا اللي يخلينا نحتفل اليوم ونقول لحكومتنا احتفلوا بأبناءكم ذولة الكتلة الأكبار مجتمعات الطاولة المستريدة والثريد تعلموا عليها واسمعوها الله يستر عليكم الله يستر عليكم وأقول نحن ناصحون لكم